السلام عليكم ورحمة الله كل عام وانتو بخير متابعي وطن اف ام اليوم نحن بمخيم الكردي جنوب مدينة اربناز بريف ادلب الغربي اليوم هو اول يوم من ايام عيد الفطر السعيد قرابة 60 عائلة في هذا المكان حقيقة هذا اليوم هو يوم حار جدا ما شاهدناه حقيقة هناك نوعا ما يوجد عيد توجد معايدات لدى الناس من خلال زيارة الاقارب سنقوم بجولة الآن داخل هذا المخيم نلتقي بها عدد من العائلات الموجودة في هذه الخيام تابعونا السلام عليكم كل عام وانتو بخير فضلوا استريحوا اول شي تعرفين بحالك تفضلي ام سليم نازحة مريف ادلب قاعدين هلأ بمخيم الكردي الله يبارك بيكن يا رب السلام عليكم والله نازحين من المعرة كفر روما قاعدين بمخيم الكردي والحمد لله والعيد مر ان شاء الله يكونوا خير عالجميع امين يا رب العالمين ام سليم اول شيك العام انتو بخير وان شاء الله يعني بيكون العيد الجاي انو منشوفك ببيتك ومنزورك هنيك بالمكان اللي انتي منه بيري في ادلب بالنسبة للعيد شو هو حلمك بالعيد الجاي ان شاء الله يا رب الشي اللي بتأمله الشي اللي بتأمله بالعيد الجاي عتى يصير رب العالمين انو الله هيك يفرجه يهدى هالوضع توقف هالحرب نرجع كلياتنا لبيوتنا يعمل السلام في الدنيا كلها هاد بكون احلى عيد الحمد لله بالعالمين هاد املنا كلياتنا نحنا كلياتنا الناجحين هون نتأمل هاد الشي يعمل السلام والله يفرجه علينا ونرجع لبيوتنا امين يا رب ولمشاملنا نحنا واهالينا كلياتنا كل واحد بي بيديري وكل واحد بئرني هيك انو الله يفرجه ويجمعنا ويرجع مع بعض كلياتنا ان شاء الله يا رب امين يا رب أم سليم امي كيف صارك الى الح Lil exploit او قديش صالكم النازحين؟ هلأ تقريبا اننا شي سنة وتمنى شهور بهذا المخيم نازحين نحنا والحمد لله رب العالمين متل ما قلت لك شردنا نحنا كل عائلة صارت بمحل وكل عائلة صارت في ديرة يعني هلأ قبل كان عيدنا ببيت واحد نحنا والعائلة والأهل هلأ بصفة عيدنا يا الله انه نبعث هدايا او ملصقات على التليفون او هالأمور هاي ان شاء الله يا رب عيد الجيمة يكون هيك لا نكون مجموعين كلنا مع بعض بنفس المكان وببيوتنا ونحنا والجميع الله يفرجه يا رب خالتي بالنسبة لك هذا العيد ذكرتنا ان انت من كفر روما غرب معرفة النعمان بريف ادلب الجنوبي بالنسبة لهذا العيد شو اختلف عن الاعياد السابقة؟ والله اختلف كتير انه نازحين ودباحة كله تصارت لا اخفي ولا اخط ولا ابق ولا حدا يعني موجود معنا من ريد يكون هيك الله يفرجه وننجميع كلهاتنا سوا ما في عنا حدا هون يعني افدا غير نحن عائلتنا هلأ بالنسبة لأولادك بناتك يعني ما انوا معك هون بالمخيم؟ بناتوا بناتوا بكفر تخاريم وناس يعني هون وناس هون عندي ولدين هون وابق امن هون شو امنيتك يعني بالعيد الجيش؟ شو هي امنيتك اللي فعلا حاب انه تتحقق؟ تتحقق هيك الله ينصرنا وهيك نرجعنا على بلادنا ويرجع الاهل كلاته واللي تم الشامل كلاتنا سوا ونعيد هيك كلاتنا جامع نسوا يعني كلاتنا نحن أولادنا أولادنا كله ما في حدا معنا ان شاء الله لو رجعنا لعند ام سليم السوريين بشكل عام عندهم تقوص خاصة بالنسبة للأعياد يعني بالنسبة لموضوع الحلويات شفنا يعني في أشكال بيختصوا فيها السوريين دون غيرهم من الممكن راح نحكي العرب وفي عندهم عادات وتقاليد بالعيد ممكن صلة الرحم لو حكينا أول شي عن الحلويات ممكن انت كست سورية كنت بتعملي مثلا أنواع معينة من الحلويات والسنة ما بعرف إذا أنت عملتيا يعني بس لو تحكيني عن هذا الموضوع بالفعل نحن قبل كنا ما شاء الله وقت اللي بيبدو يكون عنا آخر عشرتيين برمضان الحلويات وتجهيز الحلو للعيد هلأ بعد النزوح بيكون أنه عد علينا أكتر من عيد نحن بعد النزوح هاد كلياتو فقدنا يعني ما عدنا سوينا ولكن هيك شي بسيط أنه حاولنا نقرب من أجواء العيد يعني أنه خلاص نعمل شي بسيط شي أنه ينفرح على الولاد نحن شي نحس بشي بسيط من العيد ولكن عنا نقص كتير كبير بهذا الموضوع بتغريبنا عن أهلنا وعن ناسنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله لو حكيتنا عن الحلويات اللي عملتيا أنت هاي بهذا العيد ممكن تحكيني يعني شو هي لأ ساويت قبل كنت ساوي مثلا عشرين نوع هاد العيد اختصرته على نوع واحد ساويت شوية تيك بتيفور أو شوية بعجوة أو هالأمور هاي حاج بس عن جد حلو صح أنه ناسحين وقاعدين بمخيم بس حلو أنه اشتغلنا هذا الشغل وكان فيه تشجيع يعني نحن كلياتنا ناسحين هون بالمخيم أنه لا ما بدنا نساوي إيشو هذا العيد ونحن ناسحين ومهجرين ومخيم وقت اللي بلشت عائلة وقت اللي بلشت مثلا أنا عملت هذا الشي العائلة التانية إلا رح نساوي بالفعل منساوي منعيش جو العيد قدر المستطاع أدمن كان منعيش جو العيد بيكون نحن هون مغتربين كل واحد من ديرة وكل واحد من بلد بس منعيشه كعائلة وحدة حلو جدا يعني اللي فهمتوا من خلال السياق الحديث أو من خلال جلستنا هاي وأنتوا اليوم باركين بهاي الخيمة أنه أنت من مكان والخالي هون من مكان تاني وعم تحكي أنه بالمخيم اللي هو عدد العائلات اللي موجودة فيه قرابة ستين عائلة أنه كل حدا منهم من مكان كان فيه تتراحهم كان فيه صلة بهذا العيد ولا مر يعني كيوم عادي روتيني هلا بصراحة الحمد للارب العالمين لأ عن جد حسينا هيك أنه فيه شي صلة مع بعضنا عابلك عدا علينا كذا عيد لأهد العيد غير الحمد للارب العالمين إجوا السكان اللي باركين هون بالمخيم إجوا عيدونا طلعنا عيدناهن من الصبح يعني تكبير العيد وقت اللي صار تكبير العيد هون عنا بالمخيم حسينا فيه شي بالفعل أنه شدنا لحنين للأعياد الماضي وفيه شي رح نعيشه عشناه ورح نعيشه بالعيد هلأ إن شاء الله يا رب نتمنى من رب العالمين بالأخير الله يفرجه آمين يا رب كل الشكر لكم وإن شاء الله العيد الجاي يعني نلتقى عندكم ببيوتكم إن شاء الله كل الشكر مشاهدي وطن اف ام نكمل جولتنا حاليا في مخيم الكردي مثل ما أنا شايفين هو عبارة عن مخيم عشوائي خيام متناثرة وحقيقة إن الجو حار جدا اليوم في أول أيام عيد الفطر عم نحاول نبحث عن أطفال نلتقي فيهم ولكن على ما يبدو ما في حدا طبعا في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار اللير التركية أمام الدولار الأمريكي طبعا المنطقة المحررة في شمال غرب السورية تتعامل باللير التركية ارتفاع الحلويات ارتفاع الأسعار بشكل عام إلا أن أجواء العيد حقيقة موجودة حاليا راح ننتقل لإحدى العائلات أو لخيمة ثانية ممكن يتواجد فيها عدد من الأشخاص المدنيين من هذا المخيم نحكي معهم تفضلوا معنا السلام عليكم كل عام أنت بخير يا جماعة خلي خلي تفضل تفضل ترتاح كيفكم شو أخباركم شلون العيد معكم عيد الفطر الحمد لله الحمد لله رب العالمين أخير الله لو بلشنا من عندك أول شيء كل عام أنت بخير وأنت بخير إن شاء الله فرجع أم الإسلامي أمين يا رب لو حكينا عن أمنيتك أو الشيء التي تتمنى فعليا أتمنى أن رب العالمين يفرج علينا وكل الناس كلها ترجع لبيوتها هذا أتمنى إن شاء الله حضرتك من أين؟ من فيلون من فيلون إن شاء الله يا رب إن شاء الله مين حب كمان يشاركنا نحكينا شوي يا رب يا الله أحول شيء كل عام أنت بخير عرفنا أحضر أحمد الحسى من بلدة كفر روما بريف معرفة النعمية الغربي أحمد اليوم يعني قرابة يعني أربع مليون إنسان في إدلب ما بين مقيمين ونازحين ممكن لو حكينا عن موضوع المخيمات حوالي مليونين شخص تقريبا متواجدين على طول الحدوث السورية التركية نحن حاليا نوعا ما قريبين من حدوث التركية السورية مثل ما بتعرف أنت عدد كبير من المخيمات ناصر لها ممكن نازحة تسع سنين وعشر سنين وسنتين أنت بالنسبة لك يعني شو الأمنية أو الشيء شو أنت يعني شو هو حلمك بالأحرى أول شيء بنعيد عن الناس ونقولون كل عام تبخير وكل سنين تسالمين يا رب حلمي أنه نرجع على بيوتنا حلمي أنه الله يفرج علينا ويخلصنا من هالظلم اللي إحنا عايشين فيه من هالشيء اللي عم نمر فيه من هالمراحل الصعبة اللي عم نعيشها وبتمنى أنه كل نازح تهجر من بلدته لو كان من سنتين أو من تسعة أو من عشرة أنه يرجعوا ويفرحوا بالنصر ويخلص الله يفرج علينا جميع يا رب أمين يا رب لو حكينا عن هذا العيد شو اختلف هذا العيد عن الأعياد السابقة بالنسبة لك كنته حلال إحنا كشعب هون عندنا عوادات كان لأيام العيد أنه منفرح نبتهج من الصبح بكير صباحية العيد نطلع على المقبرة منتونس في الناس منشوف الناس منسلم على بعضنا اللي اختلف علينا اليوم أنه إذا بدك تفيق الصبح كم تعود تروح على المقبرة اليوم ما في عنا مقبرة والإحنا اليوم بغربي بضيعتنا مع الجيش فهاي أول صعوبة واجهناها الثاني صعوبة عندك أنت الناس اللي بضيعتك أنت تعايدوا مثلا خالك عمك قريبك قريبين منك اليوم كل ياتوا بعيدين كل واحد بيضيعوا شكل يعني كمان هاي صعوبة كبيرة أنه صرنا بعيدين عن بعض ما ما صار فينا نعيد إلا عن طريق الجوالات على الواتساب صار مثلا في لبنان اللي صار في تركيا اللي صار اللي صار هاي صعوبة كمان كبيرة وجهناها أنه كل أحبابنا صار بعوض عنها شو حاب توجه رسالة آخر شي حاب يوجه رسالة الله يفرج علينا يا رب والله يردنا لبلادنا سالمين غالمين شاء الله والله يفرج عن كل هالناس آمين يا رب كل شكرا لك أحد أحاب كمان يشاركنا أبنزار أبنزار مين أحاب يشاركنا شبيدة شكرا يا جبا شكرا الله أعطيكم العافية ومشكورين وكل عام وأنتم بخير وإنتم بخير أزاك الله خيرا الله أعطيكم العافية لو حكينا ممكن نشوف الأطفال شوية عزام كيفك كيفك؟ شو اسمك؟ ماريّا ماريّا مريّا 6.. مريّا مر symbol مرص لك؟ Working 4 جميع المرصص جدد! شو اسمك انت؟ نور نور بل selwynعها خمسة سنوات خمسة سونين؟ مرصا أي فعل مرصص جدا عشرة عشر سنين اشتريت الاراضي للعيد اي عايتتي لسه لسه ما عايتتي من وين انت من القلعة القلعة المضيق وين العيد هون احلى ولا بالقلعة هونيك ليه احلى هونيك العيد احلى ليه ما بترجع القلعة انه في ضرب شو امنيتك شو عندك حلم شو عند حلم اني بتدرس شو حاب تصيري دكتورة ان شاء الله مشوفي دكتورة ان شاء الله وانتي شو اسمي نور ادي عمرك يا نور 13 عربي شوي عربي شوي عربي عربي ادي عمرك 13 من وين انتي مقلعة المضيق مقلعة المضيق كمان اي اختي اي اختي اي شو حلمك شو امنيتك اني بتدرس واني بنرجع عبلادنا بدرس يعني بصير دكتورة هاي الانتين بتصيروا دكاترة انت هي دكتورة وهي دكتورة هاي دكتورة تزنان على دكتورة وانتي شو اسمك غزل غزل من وين من صوران من صوران يا غزل شو امنيتك 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 جمال انا صير دكتورة ودرس هلا انت بان وصف انا ما درست ما درستي ليه ما دخلت على المدرسة لان كنا ننزح وكلما ندخل ضيعا ننزح يعني ما نضل نتثبت فيها اليوم اليوم معاياتي ولا شو كيف العاياتي اشتركوا في القناة